سأسير يومياً وبهشوعٍ وانتسارٍ وأسر وأنا من بيتي إلى هذه الساحة المباركة ساحة عشراء ساحة الحزم الطاهر ساحة العز التي انطلقت منها جرارة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال غيش ولو منفجتاً وحيداً أستمع إلى المجلس الحسيني لفضيلة الأخ الشيخ أحمد الدور صلى الله ينقل مباشرةً عبر مكبرات الصوت وعبر وسائل التواصل والمحطة التلفزيونية المحلية عسى أن يقبل سيد الشهداء من مدينته مدينة الحسين مدينة كفلاء الثانية هذا المجلس الذي أصر على إحيائه وسط كل هذه الظروف الضادقة حياة الله يا حاملة الأمانة مبطية الجوار الكريم الجوار الأغرب من أجارك عبر قرون وعقود طويلة ولكن وفي السياق لست أطلب من أحد من أهل الكرام للأحبة الحذور إطلاقاً مؤكداً عليه لكن لن أسمح لأحد وبكل تواضح أن يتجاوز الأدب أو يتجرأ بالتعبر بأي وافد ومعزم وصل إلى المجلس وأصبح في ذيابك سيد الشهر نبيك يا حسين 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 بسوى جسم ضعيف ولكن في صدري قلب من صحر نحته الحب الحسين الله صدي على محمد وآله محمد فلا تختبروني أجهد أعزاء الكرام الكبار لا تختبروني في مرور الحسين أبداً سيبقى محفوراً على جدينا السلود وفي صدري كل موال في مدينتنا الطيبة وجوانها الكريم على حبك يا ابن الرسول يكبر أطفالنا ويشيء رجالنا والسلامة